موسيقى مشينا المحميد الغزلان مشينا تاغونيت مشينا السكورة مشينا تهالة واحد الجماعة قروي يسمي تهالة مشينا الأبعاد النقط الممكنة ودرنا برلمان شعب المباشر من كل مدينة مدينة ومن كل منطقة منطقة حتى نوصلوا المستمع الكريم نوصلوا للصورة يالوحد الجزء من مغربنا ومن المغاربة أين وكيف يعيشون هذا موضوع سوف نتكلموا عليهم مستقبلا إن شاء الله أشنو شفنا في الزيارة أشنو على شوقفنا في مدينة العيون على شوقفنا في مدينة سيدي إيفني على شوقفنا في الكزيرة على شوقفنا في ميرللفت على شوقفنا في تافرود على شوقفنا حتى في محميد الغزل على الحدود مع الجزائر قعد الشيء سوف نشوفه إن شاء الله وغادي نتكلموا عليه بإذن الله غير الله يسمح لشيء وحدين نفتحوا واحد القوس الله يسمح لهم مما يتنقرأوا التعاليق الحمد لله ديالجوالات ديالنا الميدانية الحمد لله كل شيء تشكر وكل شيء تحبد الجولة لأنها صحافة القرب صحافة القرب مهمة جدا أنك تكون قريب المواطن وعنده في داره في دربه في زنقته أفضل بكثير أنك تكلم عليه هنت في ستوديو في الرباط والأفكازة وهو في تاقونيت عرفتوا فين جهة تاقونيت تاقونيت بينه وبين محميد الغزان ستا كيلو متر تقريبا هالتاقونيت على الحدود لجزائر قريبا لجزائر تايا منطقة قاحلة فيها وحد فيها فيها الواحة ولكن للأسف مع الجافة وقلة الأمطار ونخلتي موت مهم على أي نمشينا وشفنا وحد الناس يعني يعني تعيشوا تعيشوا مشاكل كثيرة إلى آخره فهذه الناس مني مشيتي عندهم ما تيقوش والله العظيم صدقوني مني مشيتي تاقونيت الناس ما تيقوش بأن جيتي من كازلة تاقونيت قاطع مسافة على الأقل 700 كيلومتر على الأقل باش تشوفهم وتشوف واقعهم ما تيقوش هنا قوة صحافة القرب هنا هنا القوة تعرفوا بأنك صحفي بالفعل تؤدي الرسالة مشي دير مهنة تتخلص تؤدي الرسالة مني مشيت عند الناس في محميد الغزلان ما تيقوش ما أواه برلمان الشعب وصل محميد الغزنجي تشوفنا يا حسين جاتهم غريبة العيون كذلك سيديفني كذلك طانطان كذلك إلى آخره مهم على عين غادي نديروا نديروا الرزيومي ديال هاد الجولة ولكن مشي مشي ليوم ومشي غدا ومشي بعد غدا نتكلموا على كورونا كورونا يعني لا داعي احنا احنا ماشي أطباء عبدالربي ماشي طبيب ماشي متخصص باش نتكلم لكم على كورونا كفيروس وهذا وكيفاش تكوان وادام ما لا علم لنا إلا ما سمعنا من عند الأطباء ليقل لكم شي حاجة على الفيروس يلي سمعت عند الأطباء الأطباء يؤكدون أنه فيروس متطور أنه فيروس متطور تستقر في الحنجر ومن بعد تيبط الرية عنده ديك القوة باشي أطاك المناعة وخاصة من اللي تلقى المناعة ضعيفة حسب ما سمعت من عنده واحد طبيب إلا لقى المناعة ضعيفة في الإنسان تدير فيه مبغى إذن فلذلك كثرة الوفايات تتشمل كبار السن واللي عندهم أمراض مزمنة كالكونسير كالطنسون كاللي تدير الدياليز فشل كلاوي إلى آخر الناس اللي عندهم هذه كل أمراض الخيبة والمزمنة هذين تتكون عندهم المناعة ضعيفة فهذا الفيروس ذي الكورونا يعني تلقى ذلك المرتع دياله في الدات دياله متدير ما بغو تتقوى أكتر أما من اللي تتكون المناعة قوية فمنعته تساعد في الاستشفاء مع التختمه مع المسائل فتساعد في الاستشفاء إذن إذن الأطباء وبالأرقام اللي معطيها الآن بأن عدد الوفيات ما وصلش الوفيات اللي داروها فيروسات أخرين سابقين واشا تذكره السارس كل شي تتذكر السارس سنظن عقلت على فيروس ذي السارس سووات أظن أتوو من فاصلة كورونا هذ فيروس ذي السارس الوفيات اللي دار أكتر بكثير من هذ كورونا حسب الإحسائيات أنه تقتل عشرة دي الناس من 100 إلى تصاب 100 تموتوا عشرة دب الإحسائيات اللي كان في هذا الفيروس اللي كين داب دي الكورونا داب ره إلى تصاب 100 تموتوا تقريبا 3 3 في 100 سبدي الإحسائيات أقل بكثير من السارس اللي داز تنظن داز في 2000 وجوش تنظن هذا السارس هذا كان قاتل وكان خطير أخطر من كورونا الحالي اللي كل شي مخلوع منه أخطر بكثير تتوصل وصلت لدرجة أنه تقتل عشرة من 100 موصاب هذا اللي كين داب تقتل 3 من بين 100 موصاب وهذه 3 غالبا غالبا إيا عنده أمراض مزمنة المناعة ديالو ضعيفة رجل كبير والأمر كبير في السن سبعين ثمانين تسعين إلى آخر تتكون المناعة ضعيفة إذا شاء الله سبحانه وتعالى ودائما نحن كم مسلمين دائما نقول إذا شاء الله سبحانه وتعالى فإذن هذا الرعب الهلع لكين من الفيروس حد ذاته ما وصلش لذلك النفو مثلا لقرناب السارس ولكن هل هذا يعني أننا ما نتسوقوش هل هذا يعني أننا نبقى نستازعوا بالأمور هل هذا يعني أننا ما نتسنتوش التوصيات التي تطلق الحكومة هل هذا يعني أننا نتعاملوا بنوع من المبالات لا أبدا أبدا لأنه شنو التابت التابت والمؤكد هو أن الفيروس تنتشر وتنتشر بطريقة سريعة لا ما تنتشر بطريقة بطيئة بطريقة سريعة شوفوا إيطاليا في ظرف وجيز أصبحت إيطاليا اللي يستر كلهم تعيشوا الآن الأزمة خطيرة جدا عن المساوى عن المساوى الشماعي الصحي إلى آخره ممكن الأمور تتطور إلى ما هو اقتصادي نشوفوا نشوفوا فرنسا الآن شوفوا إسبانيا إلى آخره دول اللي مشات في الإجراءات أبعد ما مشا فيه المغرب راه الأمر ماشي لعب والأمر ماشي الضحك والأمر ماشي دين نوكات والأمر ماشي دين الاستهزاء رجاء حتى أنه واحد المعلم بدأت يدير دروس عن بعد كما وصلت وزارة التربية والتعليم وبدأت تعليقات يتهكمه حشو ما نقاوف هذا النفو هذا رجاء حشو ما إحنا في ساعة اللي هي ساعة ساعة جدية إحنا في واحد ساعة اللي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء جميعا من شمال الكرة الأرضية إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها دون السدنة هذه ساعة ساعة جد يا إخوان رحشومة محشومة وش معلم تعطي الدروس عن بعد في إطار واحد السياق هو واحد الإطار اللي هو كورونا هو اللي يفرض علينا دبها الأمور اللي يفرض علينا نوقف الدراسة هو مرض كورونا هو فيروس كورونا واللي يفرض علينا شي حاجة خطيرة شي حاجة مراضية شي حاجة تتعلق بالصحة وجين تتستهزع شي حاجة تتعلق بالمرض وتستهزع تتعلق بالمرض وتتمنىك حشومة وما تنتكلمش على كل شيء ولكن للأسف يحزوا في نفسي ما قرأتوا من تعليقات ويحزوا في نفسي ما سمعتوا من الناس ويحزوا في نفسي عدم التزام العديد من الناس بالتوصيات حشومة حشومة الحمد لله لحدود الساعة الدولة دارت إجراءات مزيانة برافو نرفع لها القبعة لأنها سابقة الزمن ما درناش لا فوت اللي داروا بعض الدول اللي خلوا الأمور تخرجات على السيطرة احنا الحمد لله تسعدوا عشرين حالة واخدينا إجراءات صارمة وقوية جدا ولكن النتجي الدور ديالك يا مغربي دولة شنو بغيتي والدولة ما تنسوش رالمغرب هذا را ما احنا الألمان ما احنا الإنجليز ما احنا أمريكا رالمغرب هذا يعني الوسائل اللي عدنا الاستشفائية متواضعة أصلا كانت متواضعة بلما يجي الفيروس إذن هنا يا من الدولة اخذت الإجراءات الوقائية را هنا مربط الفارس الإجراءات الوقائية شوفوا والله العظيم مربط الفارس في هذا الفيروس ديالكورونا حتى ما اسمعت منها أطباء مشي هادرتي أنا إلى العنوان الأبرز ومربط الفارس هو الوقاية هو الوقاية نغلبوه والله تنغلبوه بفضل الله وبمشيئة الله أنا تنقوله شاب حسين مطبيب متلعب صحفي وتنقوله وتنتحدى أنا أنا تنتحدى والله تنغلبوه هذا الفيروس أرجو باش باش بالعقلانية بالانخراط في الأساليب الوقائية بأننا نصغروا راسنا ونتسنطو للتوصيات نصنطو القرارات اللي تتنزل الحكومة أنغلبوه لأنه هو قوتو فيروس كورونا فين كنا القوى دياله فين كنا في الانتشار صفي في الانتشار أما هو لا تخل الدات ربح له بحل أي مرة أي فيروس أتبع تراتموه إذا شاء الله سبحانه وتعالى رغض يتعافى وهذا كل اللي جه من إيطاليا ذاك الشاب رهتعافى إذن هو لا تخل الدات ممكن دويه وحتى أن الإحسائيات العالمية تتقول لك بأن أغلب المصابين تدواه تبراه إذن هو لا تخلك الدات وتكتشف رغض يدويك بفضل الله سبحانه وتعالى ولكن الخطورة دياله ماشي من اللي تدخلك الدات الخطورة من اللي تنتشر الخطورة من اللي انت تتعدي الناس الخطورة هي هادي الخطورة في الوقاية اللي ما كناش أو اللي قليلا أو اللي شو وحدين باقي ما أخذوهاش بمحمل الجن الله يخليكم أنا ماشي اللعب ماشي أي حاجة ناخدوها لعب ماشي أي حاجة نستهزئ بها وماشي أي حاجة نطلعوها بها وماشي أي حاجة دون ثماني كوبيا وماشي أي حاجة القوى طريقه نطعنوه في الدولة الآن ماشي هادي ماشي ساعة طعن في الدولة اللا حقا من اللي كنات نقولو لكم اللا حقا واحد تعليق من تعليق اللي قريتة غريبة وأنه مستمرتوش في التعليم وفي قطاع الصحة ودبا عيطل مع تشكون الشيخات وماشي نقلبوا لكم عند دولة ديالكورونا يعاونكم في الجائحة هالتعليقات المستفزة هالتعليقات التي لا تسمنوا ولا تغني من جوع هالتعليقات اللي فقط أنها فقط أنها تتكرس فينا الجهل تتكرس فينا التخلف عافاكم 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 نحن في لحظة تضامن ونحن في لحظة أن نخدم معقلنا ونحن في لحظة أننا نحمي بلادنا ونحن في لحظة أن الآن مغربنا يا مغربنا كم مكان كم مكان مغربنا يا مغربنا رجاء نضابطوا مع كل عوامر اللي تتصدر عن المسؤولين نضابطوا معها نضابطوا رأى العمر رأى ماشي لعب رأى قوة فيروس كورونا في الانتشار دياله رأى هدي القوة دياله في العدوى مالليتي عادي ماشي القوة دياله مالليتي يدخل لك للدات القوة مالليتي يدخل لك للدات ديكسا يحارب بتخاتمهم بالعزل الطبي إلى آخره ولكن الانتشار والخاطير واشنوش بغيت العسكر يهبط الزنقة ويمنع الناس على السواقات والتجمعات ما يمكنش عدنا عقل عدنا عقل احنا بشر واسمن الله بالعقل نفكر وندبر ونحلل ونقبل بالطيب ونرفض الخبيث هذا هو العقل إليك العقل ما غاد يشيدي لك هذا الأمر يقبل الطيب ويرفض لك الخبيث فلا عقل لك لا عقل لك إلا عندك عقل تشمع ما بين الطيب والخبيث سيان عندك في دماغك فلا عقل لك فعفاكم انخارطوا في هذه الحملة الوقائية اللي كينا انخارطوا الدولة تدير لعليها لأهل الدولة تدير لعليها المدارس منعات التعليم كأسلوب وقاعي وماشي عطلة رجاءا ره ماشي عطلة ره ماشي عطلة ره ماشي عطلة ره الدولة ما قادش لك ما تسافرش ولدك المدرسة وتخرجوا للجردة ره الغريب هاد العمر اللي تنشوف ره غريبا ساحبي أنا شي ردرني في خاطري ره هادي مسألة مرض ره مسألة صحة ره مسألة مرض ره ناسي موتو أحشو ما واتخدو العمر بادل استهتار من طرف البعض أقول ماشي كل شي من طرف البعض ره حشو ما رعيب ره الدولة ما قادش لك خرج ولدك من المدرسة وخرجوا للجردة آقات لك خرجوا من المدرسة وخليوا في الدار وشدوا في الدار وماشي كل شي خارج اللي عنده حاجة يقضيها مرتبط بعامل لا يسخر ولا يعافي ولي ما مرتبش بعمل يبقى في الدار يبقى في الدار رجاء رجاء قبل ما قبل ما تلزموا الدولة لأنه ممكن تلزموا الدولة لأنه تدير الحضر تدير الحضر التجول ممكن تلزموا الدولة لابقى هاد الاستهتار من طرف البعض وش رادي عامري البارح ما يمكنش ما يمكنش الدولة وزارة الداخلية صدرات بلاغ تتقول لك فيه تجمعات ديال خمسين شخص وما فوق ممنوعة تتبشي الشردة تتلقى فيها ستين شخص هو اليوم صدر بالاخر غضي نقرأ عليكم بعد الفاصل ان شاء الله ونهضروا على الحيثية دياله بلاغ ديال أنت المقاهي وهذا الشيء غضي تتحبسه يعني دولة كإجراءات وقعية دارتها بقى غير الطوبيس والتراموية طوبيس والتراموية تنظنت الطوبيس يقدر يمشي المنع للاستعمال دياله وفيه تجمعاته وتيجمع عباد الله وستير شارج وعداه وتشوف الوسائل الطاكسيات كوسيلة اللي تتهزجج بلايس ولا هذا ممكن إلى آخره ما عارش ذيك ساي شوفوا كيفاش يديروا الوسائل نقلوا كيفاش يتنقلوا الناس قولا أنه اللي عنده حاجة على برا كمرتابة بعمل يمشي اللي سهل اللي ما عندوش ما مرتابش بعمل يبقى في داره ما عندو علاش يخرج مشي يشوف اشه تشوف مكين ما تشوف مكين ما تشوف والو شوية العقلانية وشوية الموضوعية في التعامل مع الأمور اللي يخليكم اللي يخليكم رأي إما كما يقال إما أن ندخل التاريخ وإما أن نخرج من الجغرافيا والله يسترى الخرج من الجغرافيا باش بالموت وبالأمراض إذا ندي لحظة ندخلوا فيها التاريخ هذه لحظة نبين للعالم بأننا شعب ينضبط ينضبط ومن اللي تنبغي نضبطه تنضبطه ومن اللي تنبغي نتبع نظام تنتبع النظام وتنكونوا مقادين وبخسن بينوا هذه الأمور يا رجاء 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 سافرة هي مرحلة شنو ما غديش يبقى أبدا الآبدين يا مرحلة مرحلة غاد يتدوز عند وقت محدد إن شاء الله وغاد يتدوز والله يرفع البلا ولكن يبقى التهكم ويبقى أنكم تأخذوا الأمور ما تنقولش كل شي البعض تأخذوا الأمور بالسهتار فتنقولوا لي ومن لا إحنا سننضبط معكم دابة بلهجة بدارجة سليسة التي فهمة كل شي عافاكم عافاكم اللي قات لكم الدولة والجهات الرسمية ديروه لا تنقبوش في الطابوسات أتمنى أن يمنحوا الطابوسات طابوسات والطراموي يتمنع لأنه هى في تجمعات لأنه كان يستهزة الهائزة 40 أحوالات 50 أحوالات 70 أحوالات بصير شاشة يتمنع يتمنع والناس اللي عندهم مصلحة في يخرج يمشي يخرج ويأخذ الأحتياطات portal في الخروج دياله. ومحتاج بالناس. الى اخرى. ولي ما عنده مصلحة يبقى في داره. بقى في دارك يا صاحب. عشان تخرج تدير. إلا ما عندكش مصلحة في بره. فالأمور رجدية. شوفوا ايطاليا. ارى غادين من المستقبل ان شاء الله غداوا وبعد غداين ان شاء الله. غادين بقواوا نتفرعون وندقوا اكثر في هاد الحالة الوبائية اللي تعرفها العالم. وغادين نجيبوا لكم شهادات من ايطاليا ان شاء الله وتشوفوا الوضع كدير في ايطاليا. ارى الامور ماشي لعب. ارى ماشي ضحك. عافك. ارى ماشي الضحك. اعطى الله فاش الضحك. ولكن ما نضحكوش في مصير امة ومصير امم. ما نضحكوش في الاشي. بغض النظر على كل ما يقال. انها حرب بيولوجية. انه فيروس تطور في مختبر وفي المختبر. ولي يضرب الاقتصاد مع الصيني والامريكي والاسهم والبوراس والبورسات القيام. بغض النظر. ما يمناج ده بحنا. انا نفترضو بانها مثلا حرب بيولوجية باردة. نفترضو حرب بيولوجية باردة. في ماذا يسهمون الامر ده بله. شنو غادي يزيدنا وشنو ينقصنا الى عرفنا بانها حرب بيولوجية باردة. حيش همو حد تقول لك خوية حسين قل لنا الحقيقة. انا مين نجيب الحقيقة. مين نجيبها. ولكن كين كلام من هنا وكلام من هناك. فانا شنقول العين العقل شنو ها انت عرفتيها حرب بيولوجية باردة. ها انت عرفتيها حرب بيولوجية. بماذا سينفعو كذلك. اي وقف الفيروس زي ما لا عرفتي المعلومة سافي قد يوقف الفيروس. احقا. المغاربة عرفو را هدي حرب بيولوجية. وحبس كوروناه يقول لك حبس. ح源ته عارفوه را عارفوني. انا حرب بيولوجية ما تدخول مش. ما ندخلش من دخولش المغرب. من من عاديش الناس. ف الان يسمن ولان يغني من جوية لعرفتيشها. واش حرب بيولوجية. flowingش حرب بيولوجية. واش حرب اقتصادية واشلي ربح الاسهم واشلي التخفيض الاسعار. رما ما يهم ماش. ما اهمونا العان الويقاية ما تقش نبرسط راسك. وتقلب على أشنية وشحار بيولوجيا ولا معرشنا لا يسمن ولا يغني من جوا نحن نقلب الوقاية من المرض نزل الداء ونبحث عن الدواء وأول الدواء وقاية بعد الفاصل نواصل إن شاء الله إذن نعود ونواصل معكم برلمان الشعب مباشرة على الشادة ونواصل معكم مستمعين الكرام موضوعنا اللي تنتكلم عليه هو تفشي كورونا في العالم كفيريوس في العالم والمغرب ليس دولة استثنائية في هذا التفشي ولكن الحمد لله الأمور مضبوطة لحدود الساعة مجهودات الدولة لا نقاش بين لإجراءات الليدار الليدارة الدولة المغربية مزيانة لتازموا بها قد بعدنا الالتزام وباقي أنا أظن أنا أظن بأنه باقي الأمور ستطور في الإجراءات حزمة إجراءات أخرى ممكن أنها تخدمت سقبلا مع 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 تفشي الفيريوس إذن آخر بلاغ لإصدرع لوزارة الداخلية هذا البلاغ يقول أنه في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة لتصد لخطر تفشي وباء كورونا المسجد ببلادنا ومن منطلق المسؤولية والحرص على ضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين تقرر إغلاق المقاهي والمطاعم والقاعات السينمائية والمسارح وقاعات الحفلات والأندية والقاعات الرياضية والحمامات وقاعات الألعاب وملاعب القرب في وجه العموم نعود هذا بلاغ دي الوزارة الداخلية عشية تقول لك تقول لك في إطار أننا نحضر ريوسنا وفي إطار أننا نحد من انتشار هذا الوباء دي الكورونا سوف قررنا أن المقاهي القهوي تسدو لا أبقى لقهوي نبلي بالقهوة شوف كيف يجدين لها أعزارة في الدار إذن القهوي تقرر إغلاق المقاهي المطاعم لا ريس تو توم ما غادي تسدو القاعات السينمائية السينمات مسارح قاعات الحفلات الأندية أي تسدو الأندية التي تترين فيها عباد الله طبعا بعدها لأنها تيكوية 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 تجمعات وبنادم تتريني أنغوب طبعا ما غادي تسدو إذن الأندية القاعات الرياضية والحمامات قاعد الحمامات وقاعة الألعاب وملاعب القرب تسدو كل ملاعب دي القرب اللي تدارو غادي تسدو حتى إشعار آخر وذلك انطلاقا من يومي الاثنين ستاش مارس 2020 على الساعة السادسة ما ساء إذا اليوم عسى كل شيء غادي تسد غدا ما كنت حاجة من هذه الحالة وبهذا الخصوص تخبر وزارة الداخلية أن هذا الإجراء لا يشمل هذا الإجراء ديال كل شيء تسد ما غادي شيء يكون في الأسواق لا يشمل الأسواق والمتاجر ومحلات عرض وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية للمواطنين وكذا المطاعم التي توفر خدمة توصيل طلبات للمنازل مع الحرص على ضمان التموين المستمر والمنتظم للسوق الوطنية بالمواد التموينية الأساسية وعدم المساس بمسالك التوزيع وتأمين توفر العرض الكافي من هذه المواد بمختلف نقاط البيع وبمجموع أسواق المملكة هذا وتهيب وزارة الداخلية بعموم المواطنين إلى الإنخراط والمساهمة القويين بمسؤولية وحس وطني والتجاوب الإيجابي مع مختلف توجيهات والإجراءات المتخدة لتدبير هذا الطارئ الاستثنائي والعمل على تجنب ارتياد أماكن التجمعات المكثفة واحترام المعايير العامة للوقاية والسلامة الصحية التي تحت عليها السلطات المختصة إذا كان هذا بلغ للوزارة الداخلية لكي لاحظتم بأنه الأماكن ديالبيع المواد الغذائية أسواق وهذا اللي جرون سيرفاس ما غاديش يسدوا لأنه ما يمكنش نسدوا السوق اللي تتوفر لنا الدقيق والخبز والحيب وغيره أنا اللي شفت هذه نقطة نتكلمو عليها الدولة تقول لك ما اللي بدأ الفيروس ما اللي بدأ التفشي والدولة اشتقول لك تتقول لك رلا خوف على المعونة رلا خوف على المواد الغذائية رلا خوف على الخبز وعلى الدقيق وعلى الحليب وعلى الزيت راها المواد متوفرة وغادي نمدوا الأسواق بيها وما تخافوش المغاربة شي مغاربة عفول شي مغاربة ما تسوقوش حلا أن الدولة تتكذب ولا مرت ما تيقينش ومشو تيجمع هاللي تيجمع في الزيت هاللي تيجمع في الدقيق هاللي تيجمع في العدس هاللي تيجمع سبحان الله من اللي تتوصل الإنسان تعمر لك 40 نيطر ديالزيت يا أخي يا أخي يا أخي أرى 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 سبحان الله أرى هذا سلوك غير حضاري سلوك غير عقلاني واش دب أنت عندك تشري صافي تشري كل شي عندك تشري كل شي واحد مسكين عنده القدرة ديال يشري وحد جش ايطر ديالزيت eri عشرة ايطر ولخمسة ايطر تحرم منها لانك انت جريتي كل شي وفين نوية التضامن يلا فين نوية التضامن يلا فين القلب على المغربي والإسلام والمسلمين والشي كامل يلا فين نوية أنت عندك فلوس قد شري 50 ايطر ديالزيت شريتها واحد مسكين جاي معائر الفلوس باش يشري出来 5 ايطر تقلّف الرفوف ملقيتها ديتين تمو الخمسين، لماذا؟ 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 خمسين يطروا ديال الزيت؟ ستين قرعة معرض ديال؟ لماذا؟ عشرين كيلو لخمستاشر كيلو ديال لعدس؟ او فكر في هات القضية، فكر فكر بأن انت دخلت لواحد جروند سيرفاس معينة بغيتك يا مغربية تفكر بهذا المنطق رأى الأمر لله من قبل ومن بعد رأى الأمر لله من قبل ومن بعد يا أخي، رأى ما بقاش في أنك تجمع السلعة ما بقاش أنك تجمع الزيت وتجمع العدس رأى الأمر لله أجمع أجمع خود أساليب الوقاية اللي نصات عليها الدولة وجمع الدعوات والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى بأن يرفع البلاء وأن يرحمنا جميعاً نحن مسلمين نتشبت بالله ونتشبته بالقدر ونؤمن بخيره وبشره ونعطي أعطي أحد الصورة وعيش فيها أنت جاي هذا في جيبك 40 ريال ما لديك مشكلة، لديك فلوس عندك كارت غيشية تتمر تيري يتي الفلوس دخلتي داخل أمام تون داخل نتوح داخل اللي هز ميتين درم في جيبه أنت هذا 40 ريال وهز ميتين درم في جيبه عندكم نفس الهم هم مادة غدائية تدخلوها للدار اللي هي الزيت عندك هذا الهم أنت 40 ريال عندك هم توفر الزيت لداركم وهو مل ميتين درم لأنه فقير مجرد عامل عامل نظافة مسكين أجونت سيكوريتي مسكين ما قادش يفود ديك ميتين درم في الجيب ما قادش يخسر كتر منا ما قادش ما كراش ما قادش مسكين ما عندوش فقير كلنا فقراء إلى الله فدخلتي انت سابقو سبقتي جبتي الشاريو جو الشاريوات ودي زيت تتعمر في الزيت لأنه عندك 40 ريال في الجيب ما مسوقش ما يهمكش عمرتي مشيتي لا كيس وهو دخل من وراك جاي ميتين درم فقير عامل نظافة مسكين لتي تضليش الطبلينة في الزناقي بغاية هو ياخذ 10 إطره دي الزيت يضمن بها 21 يوم ديال الطياب لداره دخل قرفه في خاوية ولو قرعه خرج هو يلقك انتا جمعتي كل شي يحطه في شاريو عرتي بشي يحس أي يحس بالفقر غضي يحس بالفقر ديالبسه انت غضي تكون سبف إحراجه هتخلي يحس بالإحراج أبر الخوف وأبر الرعب اللي يعيشوا مسكين مع الكورونا ومع هد تهافت على المواد الغذائية غضي يحس بالحقرة شوفه شنو يتسبب لي أي حس بالحقرة أي حس أنه مواطن دراجه يبقى في الحال و المtails أنت الإمكانية الoa دي متوفره لك دي دقيق كامل اللي كين في السوق ولا في ذاك الحانوط اللي يفدر بكم أفيقوا لتدير هذه الممارسات والسلوكات السبيانية أنا تنسميها سلوكات السبيانية السبيانية لنا دي لحظة تضامن بين المغاربة لحظة تضامن أنا نشري 20 نترو ديال الزيت نشريها عندي فلوسة غادي نشريها ولكن أنا عارف وحجاري ما قاد نشريها وغادي نمشين ديالي 10 يترو هاك هاك 5 يترو هذه لحظة تضامن والمشكل هو أنه ما كانش مشكل في المواد الغذائية راه الدولة تؤكد مرارا وتكرارا بأن المعونة الغذائية متوفرة وأنهم غادي لبيوا حاجية السوق بشكل دائم حتى يرفع الله البلاء إذن هاد العمل اللي تدروه البعض اللي هو صبياني راه ما عندوش منطق راه تنقول لهم حشموه من نفوسكم حشموه من ريوسكم يا أخي راه عيب عيب أنك تفرغ السوق لي صالحك أنت بوحدك لي أنك عندك الفلوس عيب والفاقير وذك المتواضع مسكين ليس عشومة ليس عيب وحتى ذلك الجيل ذلك الجيل ذلك المسيح الانتي باكتيرانيا يجب أن يكون واحد جامع ستين قرعة سبعين قرعة مئة قرعة لماذا؟ لأنه لديه الفلوس وإمكانيه يشيري مئة قرعة فهي يشيري مئة قرعة وذلك المتواضع عنده مئة درم في جيب أو خمسين درم لماذا؟ داخل معانا نفس السوق نفس المحل نفس الجروند سيرفاس أو السوبر مارشي أو نفسه أو فرماسيان في دربوم هذا الشيء يترى روقع في المغرب روقع للأسف في بعض المدن يدخل واحد مسكين عنده فلوس يأخذ كل شيء يدخل من وراء واحد عنده فلوس قليلة ملقمي يأخذ هوا شيء مسكين يشيري محيدة من اللحمه لكي يشيري هذك جيل ملقاش حيث واحد عنده فلوس ده كامل لا هذ العنانية مخصاش ماشي وقتها ماشي وقتها ثم العمر لله من قبل ومن بعد العمر لله انت غادي بسبعين كيلو ديال لعدس هتاكلها كاملة واشا تدركها ولا ما تدركهاش وانت غادي بسبعين كيلو ديال لعدس غدا يقول لك الفيروس سافي ما بقاش على القنالي اللقاح دياله اللقح العالم سافي ما يبقى تاوحد يتأثر واشوفاش ديال غرز ديك سبعين كيلو ديال لعدس يلا شوفاش ديال لعدس ممكنش هاد 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 الطريق وهاد السلوك اللي مارسوه بعض المغاربة رح شو ما رحنا رحنا مغاربة رحنا عرف علينا التضامن احنا 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 تعرفنا على مر التاريخ يا اخي بالتضامن القوي جدا رحنا كنا مشي مشي الخبز مشي الدقيق مشي الزيت ارا الولاد كنا تنخليهم عجيران انا كانت ممي الى خرجات هيوبة تنبقى انا عجارتنا بقي صغير وتتدخلني ممي عجارتنا وتتعاملني ذاك المرأة كعنا ام ديالي وتسلخني وتوكلني وتشربني وتدوش لي وإلى آخير كعنا نيم ويلدها مغريب هذا هو المغريب مغريب التضامن مغريب التضامن ركن ركنت الوليد الله رحمه تدير كسكسو في نار جمعة هادك كسكسو اللي يدير ديك البرمة ودك الكسكاز تتخرج منه ثلاثة ربعة طباص للجيران وهكذا كانوا الجيران احنا تيصوبوا شي حاجة تيدوقوا من هج الاخرين احنا 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 التضامن احنا شي واحدة بغي يدير العرس لبنته يكون واحد باش شي ساهم انا بقيت انا قل على هذه الامور اللي غد يدير العرس بنته هل يجيب لي المخد هل يجيب لي التلامط هل يعطي الصالة ديالو هل يعطي معرشنو وتطوعوا النساء الدراري يخدموا في داك العرس فابور هل يسربي هل يعطي الناس يغسلوا الى اخير الى اخير هادو المغرب وادو ما المغربة ما هادو المغربة الاحرار هادو ما المغربة اللي قلبهم على بعضياتهم وقلبهم على بلادهم وما هادو ما شيتمشي وتقاضي الزيت من واحد الماحل اللي عندكم في دربكم والفقير ما تخليلي التاشي حاجة اللي انك انت عندك القدرة المالية بشر الزيت كامل اللي كين في دربكم هشو ما عيب هادا سلوك سبياني وهادا سلوك غير تضامني وحنا في وقت شدة نتضامن وحنا في وقت شدة نبينو للعالم المعدن ديال نحن المغاربة كيفاش دير ها واحد جوج انا استغرب كيفاش ان الدولة تقول لكم الاختلاط لا تجمعات لا راه ممنوع تجمع فوق خمسين راه ممنوع عادي ممنوع عادي والدولة حبسات الدراسة علاقة بالتجمعات باش نحدوا من انتشار راه الطريقة الوحيدة باش نحدوا من انتشار الوباء هو اننا ما نجمعوش ما نكتروش من الاجتماعات ما نجمعوش وتخيل الدولة قاتلك ما حبس المدراسة وديرت الدراسة عن بعد ناضي واحد من اللي الدولة حبست الدراسة مخرجوا لادول الجردان وافهم راه ما شي يعطاتك عطلة راه قاتلك وولدك حبسنا من المدراسة باش ميكونش دك التجمعات في القسم ديل الوليدات وانلا يصير لقدر لاشي حالة تعادي قسم عنك الدو رح نبغينا نحد من انتشار نطيت قل لي السيم المدراسة خر الشيخ الجردان العم على الدراري ولا الدرب وش من ما مشنومة هذي تحتاجوا إلى آش باك بلوس كاتخ باش تفهمها حشو ما عيب عيب سافي ممنوع التجمعات راه ممنوع التجمع ممنوع الاختلاط راه ممنوع الاختلاط نقله من السلام ما كينش موشكين اللي بغي يتقلق يتقلق لأنه ممكن أنه شي واحد يعتص فمو في الدو والله يخليكم اللي بغي يعتص يعتص بمسؤولية شو سبحان الله شو سبحان الله أنا الأوان أننا ناخد المسؤولية بلها لا يطرها لنا احنا كمواطنين العطسة ولا تفيها مسؤولية العطسة ولا فيها التزام بالمسؤولية العطسة يلا القحبة ولا فيها التزام بالمسؤولية سبحانك يا جالي بلها لا يطرها لنا غادي يلتازموا دعنا وانضبط الله يخليكم اللي بغي يعتص كما يقول الأطباء اللي بغي يعتص رمكين شي حاجة اسمي تلفاضاء العام الدلا حتى أطرش لقدامك الله يرحم بالواليدي اللي بغي يعتص شو موشو ويضع الكمام اللي بغي يعملها ويضع الدو ويصد نيفه يعني بحلقة يطوق نيفه ويطوق فمه بالدو ما كينش فين يخرج ذاك الرذات ذاك القطيرات الصغيرة القطرات الصغيرة ديال العدسة ديال اللوعات ما كينش فين تخرج يعني حلقة حكم زيان نيفك وفمك ويعطس فيه الدك ومن لي تعطس فيه الدك هذا جيل ديال تعقيم مسح به الدك وما تسلم على التشوح في حالة ما إلك تموصاب ما تعدلين التشوح إلا عطس سي عطس بمسؤولي عافك أنا دابا في الزنقة قبيلة وإلى واحد واقف في حدا قيشي ديال البنكة واقف في حدا واحد درية تتسن القيشي إخوة واحد في القيشي تتيري الفلوس يعني غير هم ثلاثة الناس يربي واحد خر توت تسن ربعة الناس في ديك المساحة ديال ربعة الناس ربعة أنا جاي هنا في بيران زاران أنا جاي تنشوف في تي جمع في العطسة جمع ويدو في جيبه ويدو آه تشع آه طلقها في ديك جمي دروكارية يعني لا قدر الله إلا كان هاد السيد مريض ربعة ممكن تعاد هذي الدرية الإحدى هو هذي اللي في القيشي ولا أخر اللي تتسن إلا كان مريض إلا كان مريض هن المسؤولية يا أخي واشي يقولوا لكم العطباء دير يدك في نيفك وفمك وجمع مزيان يدك وفمك ونيفك تما تخرش منه شي حاجة ديال العطسة وعطس ديرها أشي تخسر ديرها ديرها عافحك ومتسلمش ساما نقصوه من السلام بالليل نقصوه من السلام بالليل أشنوه يطرأينا ما سلمش بالليل والعيالات ينقصوه من داك السلام ديال المحبل زائدة موح 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 ربعة البوسات في لي منه ربعة في اليسار وعافكم العيالات نقصوه من هاد نقصوه من أسعنا أسعني أظن؟ chemical كنا حالة مرضية في العالم وش نبقى ممسوقينش سلام عليكم تكفي تحية الاسلام السلام عليكم ما كلا ايد ما كلا عندك لوالو حتى في الاسلام ما معمر نقرين شي حديد تقول لك بانا سلم بالليد مد ايدك ولما مديتش ايدك فسلامك باطل احنا لعارفين انت في الاسلام السلام وعليكم وتطرد بها احسن منها وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سافي واللي بغي دوي معاشي واحد عفاكم اللي بغي دوي معاشي واحد دوي معان بعد ومشي بالضرورة تخشيف مكفحنكو باش دوي اه عن بعد دوي عن بعد هدي كل ها اسالب وقائيا اللي خصنا ناخدوها نديرو اللي نديرو ذاك جيل دي للتعقيم مره مره نغسلو يدينه بالصابون جوج مره ثلاثة اربعة خمسة في النهار ماشي مشكل عفاكم عفاكم هادي امور بسيطة جدا انك تغسلي ذاك بالصابون ولا تعقم بذاك جيل دي للتعقيم انك تديرو كمامة ولا تدير موشواغ لبا يتعضص وتجمع فمك وتجمع نيفك ما يخرج منه التشي حاجة من ذاك الرادات ذاك الذاك الحبيبات دي للقاطرات دي اللعاب ديالك تخرج مخصش خرج يعني جمع مزيان وعطس جمع مزيان وكحب او كحب في حويشك وحاول ما تكونش ان كونتاكت مع الناس وما تسلمش السلام عليكم تكفي ولو بيتكلم مع شي واحد عافك ما شب ضرورة تخشي لي فمكفودنو باش يسمعك بعد بعد عطي واحد مسافة ديال مترولة اهدر واللي بغي يهدر يهدر بشوية ميهدرش بالجد بش ميطرش ذاك الدفال في اطار الوقاية والوقايته خير من العلاج وانقى نظافة 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 النظافة النظافة الطهارة من الامان نظافة 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 النظافة على طول نهار عافكم والحويج يتعرضوا للشمس كما قال الأطبة يتعرضوا للشمس الحويج يقول لكم عرضوهم للشمس مزيان يتصبنوا ويتعرضوا للشمس رجاءً خودوا هذا الأساليب واللي شك في راسه واللي جاته شي نزلت برد في الدار وش حاجة حضير راسه صافي وماشي انت ساحبي يضربك البرد ولماش نوهز بنتك برك تتبوت فيها أجي بنتي أجي حبي أجي هيبت الله أجي وانت مرين وانت مرين لا إلا حسيتي برأسك عزلوا رأسك صافي ومرتك وولادك بعدوا مني بعدوا مني انت وحد ما يقرب مني إلا بدأت فيك الأعراض ديال كورونا ارتفاع درجات الحرارة والكحنة وشفه هذا سافي سير سير الانسبتار وليك في الدار عزل نفسك ومع الناس عزل نفسك شوية المسؤولية اللي مريض يبقى في داره واللي شاف الحالة دياله تستدعي شوية القلق يمشي يكشف على رأسه وعزل نفسك عزل نفسك ماشي انت أمر هيد تتعطس تتحب ومعنك بنتك وشاد إذمرتك ومعارش ناوة وتسلم على باك وتسلم على أمك ومعنديك ش مشكي ومالي تتكلم على شو هاتي يقول لك لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا را صحيح را نتفق هذه عقيدة نؤمن بها الحمد لله نؤمن بها بأنه لو اجتمعت العنس والجن على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا كتب الله عليك ولو اجتمعت العنس والجن على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتب الله لك هذه عقيدة نؤمن بها انتهى الكلام نؤمن بها ونؤمن أكثر بأن الله سبحانه وتعالى ما دخال للنار وش النار هي فيروس كورونا وش هي فيروس كورونا النار شاعلة النمروش شعل عافية قد شبل شعلة أكبر عافية داس وقلة في التاريخ بشي حرك سيدنا إبراهيم ميخليش في العظم اش قال الله سبحانه وتعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم هالعقيدة نرى نؤمن يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم رأى ربي سبحانه وتعالى إذا شاء ويقول هاد كورونا كوني بردا وسلاما على فلان لا على فلان ولا على الأمة الفلانية أرى أمر الله بين الكافي والنون إنما يقول له كن فيكون ولكن أرى ولا بد من الاحتياط ولا بد من الوقاية توكل اعقلها وتوكل على الله هذا هو الإسلام أنا أنا أتفق معك من يجي يقول لي لن يصيبنا الله إلا ما كتب لنا وطلعت زحم في الطوبيسات لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ودخل بتجمعات لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وضلت سلم وضلت بوس وضلت عنك أي وفي نخلتها وفي نخلتها هذه الآية في نخلتها وهي آية جزمية قطعية لا تلقوا نهي بأنفسكم إلى التهلكة والاحتياطات واجبة بالسنة دي الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف رأسكم من رسول صلى الله عليه وسلم من يهدر على الطاعون شنو قال في حديث صحيح غادر رجعوا لي بعد الفاصل إن شاء الله نعود ونواصل معكم برلمانة شام مباشرة على شدا ونواصل مع موضوعنا في إطار نوع من التحسيس والتوعية تماشيا مع انتشار فيروس كورونا في العالم والمغرب ليس استثناء إذن وقفنا عند وقفنا عند الانضباط مع انضباط مع أسليب الوقاية انضباط معها والأمر هو لله من قبل ومن بعد لا نقاش حاش وأن نناقش في الأمر العقدة قوية وتابتة الحمد لله تابتة بأن من شروط الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره تعال الكلام رفعت الأقلام وجفت الصحف ولكن هذا لا يعني أن نلقي بأنفسنا إلى التهلكة وحرام قطعا في الإسلام أنك ترمي نفسك إلى التهلكة بقول الله سبحانه وتعالى ولا ترموا بأنفسكم إلى التهلكة والرسول صلى الله عليه وسلم بخصوص طاعون ليهتوا وحد الوباء اشتاه العالم وقتل الملايين الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم على الطاعون اش قال قال الصحابة لا لقيتوه لا لقيتوه في شيء منطقة في شيء بلاد أنتم ما بقين ما دخلتوش ليها لا لقيتوه أنا أعطيكم المعنى دي الحديث الحديث لا صحيح لا لقيتوه يعني الطاعون في منطقة معينة في بلاد قبيلة في منطقة معينة ما تدخلوش ليها هذا حديد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله وسنة رسول الله في الوقاية ما تدخلوش ليها واللي داخل لها ما يخرش منها اللي داخل لها ما يخرش منها واللي ما تدخلش لها ما يدخلش لها في إطارها سياسة الاحتراز سياسة الوقائية إذن هذا رأي إسلام اللي تقولها تشي هذا إذن أن نضابطه مع هد القرارة لتتأخذ الدولة رهما في كنه الإسلام وكل الشريعة دياننا وأساس الشريعة دياننا هو الوقاية لأن الإسلام الشرع الإسلامي يحفظ العقل معروف يحفظ العقل والصحة وبزاف دي الأمور لكن واحد الأسس الخمسة يحفظها الإسلام فيها العقل فيها الصحة فيها فيها بزاف فيها الأرض فيها فالصحة من عسس الحفاظ عليها في الدين الإسلامي فما تنفهمش شيء وحدين تياخذ في الدين هذه القضية لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا تياخذها وتنوى أخذها معك والإيمان بالقدر خيره وشريت تياخذها تأناتا نأخذها معك في إطار العقيدة التابتة وتنسى لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة وتنسى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حول أننا ما نمشوش البلاد اللي فيها الوباء وما نخرجوش منها لكننا فيها تنسى وتنسى إلا بغينا ندير نوع دي العسقات وأعد لهم ما سطعت من قوة ورباط الخيل الاستعداد علم من باب يخذتها ما دلعا يخذتها من باب الاستعداد إذا تلمر تخذتك تستعد لي وتأخذ الاحتياطات اللازمة ثم أن 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 الأمراض هي بقدر من الله وما أنزل الله من داء إلا وأنزل له الدواء إذا أنك تقلب على الدواء أمر شرعي أمر شرعي رسول الله والسلام تقول لك ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له الدواء إذا تقلب على دك الدواء إذا أنك تقلب على الدواء أمر شرعي والوقاية من سبول العلاج مشي غير الإيمان بالقدر خيره وشري ومشي نتخلط مع عبادله الإيمان بالقدر خيره وشري ونجمعه في السواقات الإيمان بالقدر خيره وشري وإحنا عارفين الآن بأن كورونا القوة ديالها في الانتشار مشي القوة ديالها في المرض مشي مليزة تدخل الدات القوة ديالها في الانتشار وخطيرة في الانتشار وسريعة في الانتشار والسبيل الوحيد أننا نحدو الانتشار ديالها هو الوقاية وش درج لنا شوية عافاكم ش درج لكم شوية عافاكم وحشوما حشوما الدولة تحبس المدراسة وتنود نتبش شي هذك الخاص وتخرج ولادك الجرد يلعبو مع ولاد الجير حشوما عيب شميل منطق هذا نضابطو أراه كل شي صالح انتا باش ما تمردش انتا وباش ذاك الوليد ما يمردش وتنتمنى من وزارة الداخلية إلا كانت تسمع لي أنها تطور الإجراءات وتفعلها أكتر وتزيد فيها أكتر لأن تطو بيسات أنا تنشوفهم تهديد والتراموية تنشوفهم تهديد والكيران تنشوفهم تهديد والتاكسيات وذاك الاززيحان في التاكسيات البيضين التي هي ستات البلايس بعد البلايس تنشوفهم تهديد فكوزارة الداخلية لابد أنكم النقل مزدوج النقل مزدوج را دير حالة في أعالي الجبال النقل مزدوج را تيهز الشارج والسير شارج إذا لا بد أنكم تاخدوا إجراءات وانا تنقول المواطنين را هادي هادي وقاية ومحصورة في الزمن إن شاء الله وبإذن الله هاتش لما غادش يبقى أبدا الآبدين تنعرفوا شي ناس غاد يضروا فرزقهم بحل النقل مزدوج بحل شي ناس مساكن عايشين بحل المنطقسيات الآخرة ولكن اللهم نصبروا أيام معدودة ولن ندمو حياتنا كاملة والأمر ونتوجهوا إلى الله بالابتهال ونتوجهوا إلى الله بالدعاء ما تنسوش الدعاء ما تنسوش الأذكار إحنا مسلمين إحنا مسلمين وإسلام الناس يقول لنا كذا وكذا 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 نضابطوا معه الإسلام يوصي بالنظافة قرارات الدولة تتقول لكم نضفوا نضفوا أكتر وأكتر غسل بصابون إلى آخره والإسلام يوصي بالنظافة ويقول النظافة من الإيمان والله في أكتر من آية يعمرون بالتطهر بالتطهر والتطهر خدوا زيناتكم عند كل مسجد تطهر تطهر طهورة طهورة شامل آية فيها طهورة 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 متطهرين ودع إلى آخره إذن طهارة في الإسلام من أسس الإسلام والدين والدولة والصات بالطهارة الإسلام وصى بالاحتراز ووصى أننا نقاطعوا المناطق الموبوعة والدولة أخذت قرارات بمقاطعة المناطق الموبوعة يعني يعني ردولة ديرة اللي عليها بغيت يتفسرها بالشرع رهب الشرع بغيت يتفسرها بالمنطق رهب المنطق بش ما بغيت يتفسرها ردولة القرارات اللي تخذات رصائبة جدا إذن نضابط معها عفك نضابطوا معها عفك غادي تكون تأثيرات عادي تكون تأثيرات ما شاهد في المغرب في العالم كامل تأثيرات على المستوى الاقتصادي تأثيرات على المستوى بزاف للأسعار المواد كالبيترول إلى آخر عادي السوق التجاري غادي ما كين لكورونا لوالو هذا اقتصاد اليوم أكل غدا أكل اليوم طال غدا هابط وهذا اقتصاد رهب ممكن عزمة مالية بسيطة ديالبنك دولي ديالشي حاجة تهبط لك ديالحرب في منطقة بعيد علي أنت وتهبط لك المعيشة في دولتك انت هذا اقتصاد ما نتخوفوش ما نتخوفوش من الاقتصاد المغربي ولا العالمي لأن الاقتصاد العالمي ما تبناش على أسس قوية جدا إما تبناء كما قال بعض المنظرين في علم الاقتصاد بأن الاقتصاد العالمي تبناء على أسس هشة رغم أنه تبلينا كبير وقوي وفيه الملايير ولكن تبناء على أسس هشة حرب في منطقة معينة بين دول معينة كإيران وغيرها حرب ممكن أن ندير عزمة اقتصادية عالمية إذا العزمة التي تتخوف من العزمة ما يتخوش منها ارتباطا بكورونا العزمة الاقتصادية ممكن 1927 لا علاقة لها بكورونا وبالمرض وبالوبا حداش شتنبر وضرب البرجين في نيويورك دار عزمة اقتصادية وخمطها لش بالزات أي حاجة ممكن تدير رعير غير تهديد مباشر من دولة إلى دولة من مريكا لش دولة غير تهديد مباشر من الرئيس تدير عزمة تطلع مع شنا هو تطلع رأيت هديد الشي تهديد مباشر واضح من مريكا لش دولة ولا مصيل ش دولة ولا بريطان ش دولة وتتبالك بعض معشرات حرب كبيرة بقى ما كنوالو آيات هديدات مباشرة ما كنوالو تبالك السوق طلع تدهب هبط طلع تدهب طلع البيترول طلع مع اقتصاد تترون مش فهمتو اذا ما تخوفوش من شي عزمة حيث كلي تتكلم على عزمة اقتصادية عالمية ما تخوفوش من العزمة الاقتصادية لأن العزمة الاقتصادية العالمية تقدر تجيب لكورونا تفوت كورونا وتسالي كورونا وتجي عزمة جوش شركات مضاربين شركة في مريكان شركة في الصين مضاربين يديروا لك أزمة في العالم باش نكون واضحين في هذا الأمر اذا احنا اللي تهمنا الآن ما يهمون الآن هو الأساليب الويقائية اللي خصنا نخرطو فيها جميعا احنا المغاربة خصنا نخرطو فيها ونمشيو إلى أقصى الحدود في الويقاية رجاء شدورش لكم عندكم اللي عنده غارة يخرج واخدام لا يفقه وياخد أساليب الاحتياط دياله تهوية واللي ما عنده غارة يمشي يخدم واللي ما خدمش ريح أخويا في الدارات ريح ولش شراسك عندك شي 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 أعراض عزل نفسك ما ما صافي عزل نفسك لأ عائلتك في الدار وصير عن طبيع وشوف اشنو عندك عفا كل عيطوا الرقم الأخضر اللي ديري عفا نساه مجميع من أجل احتواء تفشي المرض رقل وأطباء قل لك رقوة فيروس كورونا ماشي من اللي تدخل الدات من اللي تدخل الدات وتنعرفوه تندير الحجر الصحي تندير التختم تقدر الدواء بنسبة كبيرة الدواء الإنسان 98% 97% الدواء الإنسان رأى هذا اللي جاب كورونا من إيطاليا رأى الدواء الحمد لله الله يعافي وعافي الجميع إذن نسبة للعلاج كبيرة إذن القوة دي الكورونا ماشي من اللي تيكون فيك القوة دي اللي في الانتشار ولان تاشر تقدر تخرج العمور من بني الدين وإحنا دولة لقد الحال مهما يكون إذن إحنا باش نتغلب ومنخلي وشي حاجة جي متسقبة لانو تبعتر لنا الأوراق عافاكم عونو يمغار برد الكورو في تيلانكم رأى ما بقاش في تيلان الدولة وباركة من تخرب باركة من تخرب باركة اللي بغي يطعن في الدولة يلقاها فرصة يطعن فيها إحنا تنعيش واحد الوضع لا نحسد عليه والعالم لا يحسد عليه وواحد بغي صفح حساباته مع الدولة عيب كنت حشم على عارضك رأى مرض هذا رأى فيروس هذا ينتشر ونتا تتخلي بطفح حساباتك مع الدولة شوية الاتزام شوية الوطنية شوية المسؤولية في العود ما غضي تضيع الوقت باش تقول نكتة وتهكم على الدولة ولا في العود ما غضي تضيع الانترنت وتضيع شوية الوقت باش تكتب شي حاجة اللي تضحك فيها على الدولة وتتهضر على الأسرة في الدولة وتتهضر نتفق نحط المشكل ننتقد المشكل من أقلة الأسرة إلى الممكن ممكن لأدخل طبية والجهاز والمراكبة الستشفاعية واشكين ولا مكناش ممكن ولكن ننتقد من عجل أنهم يوفروه ننتقد من عجل دفع الدولة أنها توفر ننتقد ولكن باش نستهزع وباش نضروف في الخوى الخاوي ولتصفية حسابات سياسية ضيقة شخصية إلى آخر مع الدولة فهذا غير مقبول باتاتا هذك الوقت اللي غد تضيع باش دير تدوينة مغردة دير تدوينة فيها خير تبقالك صدقة جارية دير تدوينة فيها دعا اللهم ارحمنا وارفع عنا البلاء وخليها تنتشر دير تدوينة للي للي لتقول الناس قوليهم عافاكم التزموا بيوتكم دير تدوينة اللي تقول فيها الولدين عافاكم رمى الدولة ما عطتكم شعطلة باش خرجوا ولادكم من جردها ما تخرجوا مش للجردها دير تدوينة اللي تتاهم فيها انك تشجع اساليب الوقاية حشوما حشوما نستغل فرصة لتصفية حسابات مع الدولة ولا مع حزم معين ولا مع شخص معين حشوما عيب 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 هذه لحظة تضامن لحظة تم غريبيت هذه لحظة لحظة تم غريبيت فعفكم كل واحد من جيته يساهم في اننا نشجع الناس على اساليب الوقاية رجاء يا عباد الله رجاء التجمعات وذلك شي ما عنده التمعنى كل واحد يبقى افضاره لا بغي يخرج يخرج لغرض مهم جدا عافكم رأى هكذا لأن السبيل الوحيد عدنا باش ننتصره ان شاء الله وبفضل الله هو أننا نحبس الانتشار ديالكورونا نحبس الانتشار دياله ولحبسنا الانتشار دياله سنوفق بشكل كبير واحتده لما تلقاش مشكير في استقبال الحالات لأنه غدي كل عدد محدود عما نبقينا ممسوقينش وناخدو الامور بالسيزان غديبقى لمرتي تفشا ونبقى لمرتي تفشا رطاقة الدولة الاستيعابية محدودة وذيك الساعة غديم دوا نضربوا اخماس في ازاس ونشوفو كنديروليا فرجاء شوية المسؤولية وشوية الوطنية ومرحلة عابرة ان شاء الله نبينو فيها الطينة ديال المغاربة الاحرار طينة ديال المغاربة المتضامنين طينة ديال المغاربة العقلانيين طينة ديال المغاربة الموضوعيين طينة ديال المغاربة اللي تضامنهم على اخر وعفاكم ماذاك التهافت على المواد الغدائية رتشدير تتحرم واحد مسكين من انه يشري قلعا ديال تزيد شريتين تخمسين وحرمتي واحد مسكين في ضربكم يشريها ثم تشجع المضاربين انهم يزيدوا في الاسعار. صافي. شلي تدير. شلي تدير. ها كورونا كينا. وتزيد نتاتة بكورونا ديالكتا. را كورونا اخرى هالي. المضاربة في الاسعار را فيروس. من اللي غادي تولي ماطيشة مثلا تدير عشرين درهم ولا عشرة درهم ولا خمسة. را فيروس خطير هاداك. را كلي مسكين ما يقدرش يشريها. انت قالت تشريها متهمكش. وتشريها كيميات كبيرة لنها عندك فلوس. يورك حكمتي على ملايين المغاربة اللي مساكن ما غايب قو بلا ماطيشة ولا بلا بسلا ولا بلا زيت ولا بلا. تتشجع واحد المضارب. اللي عنده منطق الربح. ولي تتسغل فرصة ولا يهمه احد. منطق الخصة. تتشجعوا انه يدير مضاربات في الاسعار. ويتحرموا عدد كبير من الناس. من مادة غذائية معينة. ولا اراء المضاربة في الاسعار. را فيروس هو بحال كورونا. فيروس. وهذا نعمل فتنة. را تديروا الفتنة في البلاد. را ملي تتمشيوا وتقدعوا وقلوا عن مخرج ما عرش نوبون. را فتنة يا صاحبي. را فتنة. وتتضرخوك المغريبي اللي ما قادش يشري بحالك. وتتحسوا بالحقرة وتتحسوا بالفقر. وتتحسوا بانه مواطن من درجة الرابعة للخاميسة. شو معلك? هذا هو التضامن. هذا هو احنا خوت المغاربة وحنا 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 ومنطنجة الى القويرة وحنا 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 وحنا. بخذ في الشعارات. من طرف البعض. ماشي كل شي. بخذ في الشعارات ترفع عملين ووقفوه معك. احنا هذيك الصحافة وتنصوروا فيك وتنعطوك الميكرو تتبقى تبقى علينا بشعارات تنتكلم عن اللي تيدرات السلوك تبقى علينا احنا المغاربة وحنا المغاربة والأحرار من طنجة الى القويرة ومن وجداء الى القنطرة احنا المغاربة متضامنين كلمتنا واحدة الى اخر وانجي ده بات مش تشيري خمسين اطرو ديال الزيت وتحرم درب عليك الدوق من عنده يشيري الزيت الحمد لله ان الدولة موفرة المواد الغذائية تخيل لو ان الدولة موفرة الش المواد الغذائية وصفت يقول اللي عنده الفلوس واللي يشيري الزيت واذك اللي عنده الفلوس واللي يشيري الدقيق هو لاخر شنو هيكل الطباشير شو ما عايب عايب يا صاحبي عايب عايب على ايه الله يصوم الله يدير شي تاوي conscience الخير. لا يدير شي تاود الخير. وحرب الايشاعة. علش ذابة الايشاعة? علش الكذوب في الانترنت? علش? علش الكذوب في مواقع التواصل للشماع? علش? علش? وش بغي تضحك? بغي يتمنيك. اعطى الله فاش تضحك. ما تضحكش في المرض. ما تضحكش في مقاسي الناس. ما تضحكش في مقاسي الناس. ما تضحكش يا اخي. الى كين عندك مقترح تعاون نبيه مرحبا. كتبو. ما عندكش مقترح يلتزم الصمت. قد يكون صمتك نافعا. علش الاشاعة? علش الكذوب? علش? علش اللي بعتارة الاوراق? لزعزعت الاستقرار? بش خلع عباد الله? علش? اذا من هذا المنبر تنقول المواطني المغربة التازموا بما يصدر كقرارات رسمية. المعلومة تعطيها لك الجهات المختصة. الصحافة. منابر كشديفهم. كدوزام الاختيام الى اخرين. ميديان الى اخرين. القنوات الرسمية اللي تعطرها قانون. وعليها قانون. وممكن تتابع الى قالش حاجة كذوب. هنا من تاخد المعلومة. اما الواتساب راه ماشي مصدر معلومة. راي قدر اي واحد يكتف في الواتساب. ويقدر اي واحد يكتف في الفيسبوك. ويقول اللي يبغى. ويتنتاشر. ودير بوم وتخلع المغاربة. اذا المغاربة عافكم بيتاخدوا المعلومة. اخدوها من القنوات الرسمية اللي عليها قانون. حيط احنا عدنا قانون تي 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 عاقبنا في حالة ميلة انشرنا اخبار زائفة. نعاقب. نعاقب من طرف لاهاكا ونعاقب من طرف الجهاز القضائي كذلك. ونلتزم بالقانون في خدمتنا. ثم نلتزم بالضامير في خدمتنا. اذا عافكم تعاملوا مع القنوات الرسمية في انكم تاخدوا المعلومة. ما تبقوش اي واحد اكتبش اي حاجة تاخدوها بمحمل الجي. حتى الظهر في القنوات الرسمية. دي ان الاشاعة من شأنها انها تزرع الرعب. وتبعت الاوراق. الى كتنت تقول كلمة لا تلقي لها بالا. فهي تغرق العمة. عافكم. كنودي انني نتكلم بالشلحة. هاتش اللي قلت. ولكن لا اتقن الامازيغية كثيرا. والله ما انا باغي نتكلم بها. باغي نقول لها مثلا الاساليب الوقاية ما عرفش كيان نقول لها. اه رغم انني امازيغي ومن تارودات الاخير ولكن لا اضبط اه بحكم النتز نفكازها وكبر نفكازها ما تنضبطهاش مزيان. ولكن اللي اني نقدر نقول الناس اللي تسمعوا ليوم ماتية فهمو الا الشلحة نقول ليوم اه هافكم اه اتي اه ارسينق مرتينيخ اوال حاجة نضافة اه 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 اا ان السير دي فاسن السير داتي فاسن. اه اه سلام غفاسن بلاش سلام غودم بلاش. سلام غفاس بلاش السلام غودم بلاش استرداتي فاسن السابون اه الموضوع اي بلاسة فيها 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 اه فيها اللاجيس بزاف مدن بلاش اي بلاسة القيام بلاش اي اي بلاسة فيها اي موضوع فيها قريره اي بلاسات مدن بلاش اي بلاسة غفوس ولكن ان شاء الله سنشاهدون أكثر مع الزميلة عائشة على أساس أنها توصل كل أسالي بالوخية بالأمازيغية إن شاء الله لكل المستمعين الكرام اللي يتكلمون بالأمازيغية ولا يتقنون إلا الأمازيغية وآخر الكلام آخر الكلام الوطن يحتاجونه ولنتضامن جميعا مع هذا الوطن عفاكم ثم أرى الآليا والطريقة الوحيدة الوحيدة باش نحدوا منتشار فيروس كورونا هو اللي أنش будут تقنون بحق مع Bleus والآن yea والتقنون لدينا الدولة والمصادر الرسمية Здесь تازمون باله لا تشترك معه لا ت charger لا تقنون افت Eck suced ولا يرجح 거죠 importantly لا يرجع دولة شوية في الدار. را قدمة ما اختلطناش بالناس قدمة الفيروس ما تنتشر. وقدما الدولة قادة اضبط الاعداد. وقدما الدولة قادة انها تتحكم في الامور. وقدما ما تسوقناش. وقدما واخذي الامور بالهزل. واخذينا تمنيك. را غضيبقى انتشر الفيروس. وغضيوصل لواحد المادل اللي ما نقدرش تحكمو فيه. فعافكم خودوا المسئولية. عافكم خودوا مسئولية. ثم رجاء. لي عندو شي واحد مريض مرض مزمن. ما تخليش يخرج. الا للعلاج. لي عندو واحد مرض مزمن. ما يخرج. لي عندو مثلا سكار. لي عندو تنسون. لي عندو لتدر. لي عندو لباتيسين. لي عندو كونسير. لي عندو. عافكم ما تخليوش يخرج. لان هداك سهل انه الى التوشا تيكون اكتر عرضة. من اي واحد اخر اخر. عندو مناعة قوية. والناس الكبار كذلك. خليهم في الدور و تسخروا عليهم. ما تخليوش يقول لك بغي نخرج ندور. قول لي ابا اريح ولا اجدي ولا اريح. ولا اللي مريض. والله يشافي الجميع. والله يعافي الجميع. مرة اخرى. اساليب الوقاية. افضل من العلاج. وممكن نحتوي والفيروس. الى انضابطنا. اخذنا الامور بجدية. غدا نواسو دائما مع فيروس كورونا. ان شاء الله. الى اللقاء.